أهلاً 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 أهلا أنها تستمر ويانا حتى يوم الثلاثة على أن تعود حالة جديدة من عدم الاستقرار بعد ذلك في يوم الأربع ورح نوافقكم معلومات أكثر عنها بإذن الله في نشراتنا القادمة مثل ما قاعد نلاحظ الحين في الكاميرات الموجودة نلاحظ الاستقرار بدأ بالفعل من الآن وأيضا فرص الأمطار التي كانت غزيرة بعض الشيء وتركزت غزارتها على المناطق الجنوبية بدأت بالتراجع تدريجيا كميات الأمطار تفاوتت ما بين المتوسطة إلى غزيرة بين الحين والآخر وكمياتها تفاوتت ما بين السبعة إلى الخمسة عشر ملي وكان أغلب هذه الأمطار الرعدية على جنوب الكويت الاستقرار التدريجي بدأ حاليا بدأت السحب بالتراجع تدريجيا الاستقرار منتوقع أنه يستمر ويانا لعدة أيام ولكن هذا الاستقرار نسبي ومؤقت خلال هذه الفترة لذلك دائما ننصحكم بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر من أجل سلامتكم وعشان نوافيكم بآخر مستجدات التقص بين الحين والآخر لأن الوضعية بشكل عام في فترة انتقالية وارد أن يكون هناك حالات عدم استقرار الأمطار بدأت بالتراجع تدريجيا بعض خلايا السحب موجودة في شمال الكويت أمطار خفيفة لكن حالة عدم الاستقرار ولله الحمد تدريجيا بدأت في التراجع والانحسار والأمطار أيضا بدأت في التراجع على المناطق الجنوبية الأمطار الغزيرة تراجعت بدنا الله أجوانا مستقرة الليلة وحتى نهار يوم الغد وتحديثات التقص بدنا الله رح نوافيكم فيها بمواجيزنا القادمة ونشراتنا القادمة الصور قاعدة تبين أن الأمطار بدأت بالتراجع طبعا أجوانا مستقرة الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه العام رح تكون تقريبا سرعتها ما بين الـ 15 إلى الـ 40 كيلومتر في الساعة بعد ما كانت اليوم نشطة بين الحين والآخر خاصة في المناطق الجنوبية وتجاوزت سرعتها الـ 75 أو وصلت الـ 75 كيلومتر في الساعة تجاوزت الـ 60 كيلومتر في الساعة أثناء تساقط الأمطار على المناطق الجنوبية أثناء تشكل السحب وحالة عدم الاستقرار بإذن الله استقرار نسبي في الطقس رح يستمر ويانا اليوم والعدة أيام ورح نوافقكم بمعلومات أكثر عن حالة جوية جديدة من عدم الاستقرار في يوم الأربعة بإذن الله في نشراتنا القادمة نتمنى لكم السلامة وتابعوا نشراتنا بشكل مستمر وخاصة مواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام وكويت مت موقع إدارة الأرصاد الجوية ونحب ننوه أن إدارة الأرصاد الجوية هي الجهة المسؤولة والرسمية عن تحذيرات الطقس نتمنى أنكم لا تلتفتون للشائعات وبإذن الله أمطار خير وبركة رح تستمر ويانا إن شاء الله خلال الأيام القادمة نشراتنا الجوية تنتهي ونلقاكم إن شاء الله بنشراتنا القادمة